استعادة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا الإسلام دين الحضارة والرقي دين البهجة والكمال دين الجمال والكمال دين الرقة والشياكة دين يبحث عن كل ما هو جميل وكل ما هو رقيق جاء القرآن والسنة ليبين أن الإسلام بتعاليمه وأصوله وثوابته يدعو إلى الذوق والبهجة والجمال قال ربنا تبارك وتعالى في غير موضع متحدثا عن أشكال الجمال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما تحدث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يريد أن تكون ثوبه جميلة وشكله جميل أو شكله حسنا وثوبه حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس إذن الإسلام يدعو إلى الجمال قال تعالى وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ إذن علينا أن نتلمس مواطن الجمال كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحب الابتسامة وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأعمال الصالحة فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولن أن تلقى أخاق بوجه طلق إذن دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشاشة وأن يكون الرجل لينا بساما ضحاكا وفي القرآن الكريم قال ربنا تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون انظر إلى مواطن الجمال الإنساني التي خلقنا الله جل وعلا فيها من أهداب ومن رموش ومن شكل ومن هيئة ومن وقار ومن جمال والجمال لا يقتصر على المظهر أو الشكل أو الثياب وفقط وإنما يتجاوز هذا المظهر إلى الجوهر فالجمال جمال الروح فيجب على الإنسان أن يكون جميلا في نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن هنا تكمن معاني الجمال ومن أراد أن يفتش في معاني الجمال فعليه أن يبحث في إنسانيته كيف يكون إنسانا بلا ضغينة بلا حقد بلا حسد بلا غل بلا كره للناس إنما يحب الخير للغير ينشر السلام ينشر الابتسامة وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقه فالأولى إماطة الأذى عن القلوب وهم يسمونه بجبر الخواطر وجبر الخواطر العبادة لا أقول الغائبة وإنما العبادة الحاضرة في كل وقت يستطيع الإنسان بجمال روحه أن ينثر الجمال وأن ينشر السلام والحب والعطاء على كل الناس على أهله وعلى ذويه وعلى محبيه بل وعلى نفسه يستطيع الإنسان أن ينشر الجمال لنفسه من نفسه على نفسه بالذكر وقلت سالفا ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر والذكر يأخذ الإنسان إلى جمال الروح وصفاء النفس فمن كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قرار والجمال مطلوب في كل مكان لا سيما في المساجد وعند دخول المساجد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وهذا هو المطلوب منا في زماننا أن نحرص على الرقي والبهجة والجمال والذوق الرفيع والتحضر بارتداء الكمامة بالتباعد الاجتماعي باستخدام المطهرات بالحفاظ على النفس بجمال الروح بالحفاظ على الآخرين بعدم انتقال العدوى مر فاروق الأولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلمنا كيف يكون الجمال في الكلمة الراقية مر على قوم يقدون النار فأراد أن يسلم عليهم فكره أن يقول لهم السلام عليكم يا أهل النار وإنما قال السلام عليكم يا أهل الضوء ولذا أقول من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجهه ابتسامة اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى